بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية المسار العام الفصل الدراسي الأول سوف نتحدث في هذا الفصل السادس درس مدخل الصحة النفسية معكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم الفكرة الرئيسية في درس مدخل الصحة النفسية هو التعرف على مفاهيم الصحة النفسية ومحدداتها ومواجهة تحديات الحياة بمفهوم إيجابي للذات وطرق الحصول على المساعدة إذن الفكرة الرئيسية في هذا الدرس أو في هذا الفصل السادس أنه كما تعلمون أن الاهتمام بالجوانب اللياقية والبدنية هي جزء مهم في حياتنا كما أن هناك بالمقابل اهتمام بالصحة النفسية ويجب أن تكون لدينا أفكار إيجابية للتعامل الأمثل مع التحديات التي تواجهنا في هذه الحياة فتعاملنا بشكل إيجابي ومتوازن هنا يخلق حالة إيجابية جيدة لكي نتمكن من الوصول إلى الحالة الصحية النفسية الجيدة فيجب أن يكون لدينا هنا اهتمام وتعزيز بالصحة النفسية وأيضا أن نثمن دور وجهود المملكة العربية السعودية في تعزيز الصحة النفسية لدى الفرد في المجتمع وسوف تتعرف عزيزي الطالب والطالبة في نهاية هذا الدرس أولا أتعرف على مفهوم الصحة النفسية ومحدداتها ثانيا أحدد صفات الصحة النفسية الإيجابية وطرق المحافظة عليها ثالثا أميز علامات الإنذار المبكر لمشاكل الصحة النفسية رابعا أصف مهارات تعزيز الصحة النفسية لمواجهة تحديات الحياة خامسا أتعرف على مستويات طلب المساعدة في المشاكل الصحة النفسية نأتي بداية لمفهوم الصحة النفسية هي مدى القدرة على التعامل الأمثل في مواجهة التحديات سواء كانت هناك معاناة من اضطرابات نفسية أو لم تكن وتصف منظمة الصحة العالمية الصحة النفسية بأنها حالة من العافية يمكن للفرد فيها تكريس قدراته الشخصية والتكيف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع وتتمثل فيه القدرة على تحقيق مفهوم الرضاء النفسي والتصالح مع الذات واللياقة الذهنية والتعايش بعيدا عن الاستسلام للضغوط والإرهاق النفسي نأتي لمحددات الصحة النفسية محددات الصحة النفسية عزيزي الطالب هناك عدة محددات ثلاث كما تشاهدون في الشاشة عوامل حيوية تجارب الحياة والتاريخ العائلي إذن تسهم العديد من العوامل في ظهور مشاكل الصحة النفسية ومنها أولا العوامل الحيوية والمقصود بها مثل العوامل الوراثية أو كيمياء الدماغ ثانيا تجارب الحياة وتتمثل في مستوى التعليم والثقافة أو المواقف الإيجابية أو التعرض لصدمة ثالثا التاريخ العائلي ومثال ذلك بعض المشاكل الصحة النفسية التي تظهر لدى العائلة إذن ذكرنا لكم هناك ثلاث محددات للصحة النفسية العوامل الحيوية وتجارب الحياة والتاريخ العائلي هذه هي محددات الصحة النفسية نأتي بعد ذلك عزيزي الطالب واستكمالا لمفهوم الصحة النفسية نأتي للصحة النفسية الإيجابية تتطور الصحة النفسية الإيجابية باستمرار فهي تتغير مع التجارب الإيجابية أو السلبية التي يمر بها الفرد ويمكن أن تعاني الصحة النفسية في بعض الأحيان من اضطرابات وأمراض يجب التعامل معها لاستعادة التوازن النفسي لذلك يمكن النظر إلى الصحة النفسية الإيجابية على أنها بعد من أبعاد العافية للفرد وهي نتيجة لعملية تطوير مستمر في شخصية الفرد وتمكنه من الاستفادة القصوى من إمكانياته وقدراته المتنوعة العقلية والنفسية والاجتماعية إذن عزيزي الطالب والطالبة مفهوم الصحة النفسية الإيجابية هو أن هناك تحديات تواجهك في حياتك بشكل يومي وعند تعاملك معها بشكل إيجابي هنا تكون الصحة النفسية في حالة إيجابية وأحياناً يتعرض الفرد لعدة مواقف سواء كانت هذه المواقف سلبية ويتعامل معها بشكل طبيعي وأحياناً تكون هذه المستويات في الحالات السلبية في مستوى قليل فيجب علينا أن لا يكون هناك حرص زائد على بعض الأمور التي لا تتطلب مننا الحرص بشكل دقيق تشمل سمات الصحة النفسية الإيجابية على ما يلي سمات الصحية النفسية النفسية أو سمات الصحة النفسية الإيجابية إدراك الإمكانيات والقدرات الذاتية إدراك إمكانياتك أنت وقدراتك الذاتية وتقديم مساهمات مفيدة في المجتمع لاحظ عزيزي الطالب أن نتحدث هنا عن سمات الصحة النفسية الإيجابية هي أنك تدرك إمكانياتك وقدراتك وتقديم مساهمات مفيدة في المجتمع والتعامل المناسب مع ضغوطات الحياة لاحظ التعامل المناسب وزيادة الإنتاجية في العمل طرق الحفاظ على الصحة النفسية الإيجابية الحصول على مساعدة احترافية ومختصة نفسية عند الحاجة إذن نتحدث هنا عن مساعدة احترافية من أناس متخصصين في الصحة النفسية الحصول على قصد كافي من النوم وهذا عامل مهم جدا واتباع نظام غذاء سليم وتقديم المساعدة للآخرين بما ينعكس على النفس بحالة إيجابية وممارسة النشاط البدني بانتظام التواصل الجيد مع الآخرين وتواصلك أنت مع ذاتك إذن ذكرنا هنا سمات الصحة النفسية وما تشتمل عليه وهنا طرق الحفاظ على الصحة النفسية وما تشتمل عليه نأتي بعد ذلك علامات الإنذار المبكر لمشاكل الصحة النفسية تعد بعض العلامات والأعراض تحذيرا مبكرا على بداية ظهور مشاكل الصحة النفسية لدى الفرد ومن أبرز تلك العلامات والأعراض ما يلي أولا الشعور بالعجز أو اليأس وهذه هي أولى العلامات ثم بعد ذلك من العلامات أيضا الشعور بالارتباك أو النسيان أو القلق أو الانزعاج أو الخوف على نحوه غير طبيعي ثالثا الإحساس بمشاعر غير اعتيادية من الصعب عليه أن يفهمها ويجد صعوبة في التعبير عنها للآخرين رابعا المعاناة من تقلبات مزاجية حادة تسبب مشاكل في العلاقات واستكمالا لعلامات الإنذار المبكر نأتي للفقرة الخامسة وهي صعوبات في إقامة علاقات طبيعية مع الآخرين وفي الاستمرار في هذه العلاقة تغير الفرد بعد حادثة مفجعة أو صدمة لمدة أطول من الوقت المعتبر طبيعيا وأيضا من العلامات الابتعاد عن الناس والأنشطة المعتادة وسماع أصوات أو تصديق أشياء غير حقيقية والتفكير في إذا النفس أو الآخرين تنبيه عزيزي الطالب والطالبة تتقلب وتتغير الحالة المزاجية للفرد بشكل يومي وهذا لا يعني بالضرورة خلل نفسي الخلل يكون في حالة المبالغة في هذه السلوكيات بشكل يؤثر على ممارسة الحياة الطبيعية اللامبالاة والقلق والحرص المبالغ فيه سيؤثر على الصحة النفسية والإنسان الواعي هو الذي يصنع التوازن في حياته هذا التنبيه مهم جدا وهو يجب أن نعلم ونعرف أن اللامبالاة في حياتنا هي تخلق حالة صحية نفسية سيئة أيضا بالمقابل الحرص والاهتمام الزائد في بعض الأمور التي تعتبر تافيها في حياتنا قد يخلق أيضا حالة صحية سلبية فأحيانا يكون لدى الفرد خلل ولكن ليس بالضرورة أن هناك مشاكل صحية نفسية ولكن يجب أن يكون لدينا القدرة في التعامل الأمثل وأن يكون هناك لدينا توازن في مثل هذه الحالات حتى نخرج بشكل طبيعي وجيد في هذه الحالات الصحية النفسية نأتي بعد ذلك واستكمالا لدرسنا مهارات تحزيز الصحة النفسية أولا النضج والاتزان النفسي إن نجاح الفرد في إدارة المشاكل الحياتية هو جزء من النضج والاتزان النفسي لديه ويعني قدرة الفرد النفسية على مواجهة المشكلات في كل مرحلة من مراحل الحياة وتطوير المهارات التأقلم والاتزان الانفعالي لتجاوز تحديات ومتطلبات ومسؤوليات الحياة بنجاح وبدون ضغوط تسبب لها القلق المبالغ فيه ومن المهارات أيضا التي تعزز الصحة النفسية لديك احترام الذات إن التمتع بمستوى صحي من احترام وتقدير الذات يعني أن تنظر لنفسك بنظرة إيجابية وأنك الفرد كفء وجدير بالحب والاحترام يرتكز تطوير المفهوم الإيجابي عن الذات على التجارب الإيجابية التي تكون في الطفولة ومن المهارات أيضا التفاؤل والبعد عن التشاؤم المتشائم هو الذي يميل للتركيز على الأمور السلبية والتوقع بنتيجة غير مواتية والمتفائل هو الذي يميل إلى التفاؤل بالخير والتوقع بنتيجة إيجابية ومن مهارات تعزز الصحة النفسية أيضا التواصل الصادق مع الآخرين يعد الحفاظ على التواصل الصادق مع الآخرين خطوة حاسمة نحو التمتع بصحة نفسية ومن المهم أن يتعلم الفرد مهارات التواصل ليعبر عن ما يريد أن يقوله بوضوح ودون عداء أيضا التعامل مع الشعور بالوحدة يتعلم الفرد كيف يتعامل مع الشعور بالوحدة ويكتشف كيف يكون سعيدا بما أعطاه الله من نعم كثيرة ويشغل النفس بالأعمال المفيدة ويشعر بأنه ليس وحيدا في هذا العالم بل لديه رسالة يشترك مع الآخرين في المجتمع المحيط والعالم بأسره في تأديتها ومن المهارات أيضا المهمة جدا هي التعامل مع الغضب نتعلم كيفية التوازن بين مستويات الغضب الأول الغضب المدنبر للعلاقات إذ يرافقه تعبيرات لفظية وجسدية ضرب الفرد ومن حوله الثاني الغضب المعقول الذي يؤكد الفرد في هذاته ويظهر مشاعره بتعبيرات مقبولة شخصيا واجتماعيا وكما تعلمون هنا توجيه نبوي يوجد العديد من الطرق والوسائل التي تساعد الفرد من تخفيف حدة الغضب وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق التعامل مع الغضب والتخلص منها أن يغير الفرد من وضعه الذي غضب فيه ويتحول إلى وضع آخر أكثر هدوء فعن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليطجع كما تعلمون إذن عزيزي الطالب في هذه الحالة حالة مهمة في التعامل مع الحالات التي يكون فيها الغضب هناك حالتين يجب أن يكون لدينا قدرة كما ذكرنا لكم سابقا وتوازن على التعامل مع الحالات في اللامبالاة والاهتمام الزايد هنا عندما يكون الغضب يحتاج إلى العنف فهنا لا بد من التقليل من هذا الغضب وأن يكون هناك توازن في حالة الغضب وأن لا نشعر من حولنا بأن الغضب قد يكون في حالة انفجار وكما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أنه عندما تغضب إذا كنت قائما فلتجلس طلب المساعدة في المشاكل الصحة النفسية ينقسم طلب المساعدة عند مواجهة مشاكل الصحة النفسية إلى ثلاث مستويات أولا المساعدة الذاتية وهي الاعتماد على النفس يمكن الاعتماد على النفس في حل بعض مشاكل الصحة النفسية الناتجة عن ضغوطات الحياة اليومية عبر تحسير الأساليب السلوكية والمعرفية لدى الفرد مثل قراءة الكتب في موضوعات يحبها والالتزام بالواجبات الدينية كالصلاة وقراءة القرآن وصلة الرحم أيضا ممارسة الرياضة بانتظام مع الأصدقاء والتغذية السليمة وثانيا نتحدث عن المساعدة من مجموعات الدعم القريبة وتشمل الأهل والأصدقاء الذين من الممكن أن يقدموا الدعم الاجتماعي لمن يعاني من أفراد الأسرة لحل بعض مشاكل الصحة النفسية في مرحلة مبكرة قبل تحولها إلى مرض أو اضطراب نفسي ويمكن للفرد أن يشارك مخاوفه معهم ثالثا المساعدة الطبية النفسية وهي جزء مهم لا بد أن يكون تركيزنا عليه بشكل إيجابي وأن ننظر لها بشكل إيجابي لا يزال البعض يعتبر المرض النفسي مخزي ونقص في شخصيته وهذا يعيق الكثير من المرضى عن طلب المساعدة لتجاوز مشاكل الصحة النفسية وهي مشكلة صحية تحتاج إلى تدخل المختصون المؤهلون في العلاج النفسي المتواجدون في المراكز المختصة في الصحة النفسية الربط مع الحياة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية يهدف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية في الملتمع إلى نشر الثقافة والوعي بالأمراض النفسية ومسبباتها وطرق التعامل معها ومساعدة المرضى النفسيين وأسرهم للحصول على الخدمات العلاجية والتأهيلية وتعزيزهم للحصول على حياة أفضل ويمكن التواصل مع المركز بالاتصال على الرقم كما تشاهدون على الشاشة الموجود والبريد الأكتروني أيضا إذن ماذا تعلم تعزيز الطالب والطالبة في نهاية الدرس مدخل الصحة النفسية تعلمنا أن الصحة النفسية عبارة عن حالة من العافية يمكن للفرد فيها تكريس قدراته الشخصية والتكيف مع أنواع الإجهاد الاعتيادية والعمل بفعالية والإسهام في المجتمع وتعلمنا أن هناك عوامل اجتماعية وعقلية وحيوية متعددة تحدد مستوى الصحة النفسية لدى الفرد نشاط منزلي اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي إحدى طرق الحفاظ على الصحة النفسية الإجابية لديك أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة عدد مستويات طلب المساعدة عند مواجهة مشاكل الصحة النفسية لديك أربع إجابات اختر الإجابة الصحيحة يقع طلب المساعدة من مجموعات الدعم القريبة في حل مشاكل الصحة النفسية في المستوى اختر الإجابة الصحيحة ثم أعرض هذه الإجابات على معلمك في المدرسة ختاما عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم مدخل الصحة النفسية وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته